شهد مهرجان الأيام ثقافي للكتاب قامت 300 حفل توقيع لإصدارات في مختلف الميادين الفكرية كان لكتاب بحرين الشباب حضور ملفت ونصيب نوفر من الدعم والاهتمام الإداري والجماهيري الزميل يحيى العمري توجه إلى مركز البحرين الدولي للمعارض حيث المهرجان وشهد آخر أيام فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المهرجان الذي شاركت فيه 225 دار نشر عربية وأجنبية كل كاتب شارك في هذا المحفل الأدبي يتحدى بعزيمته جميع الكتاب فكلماتهم تقول في سريرتها أحيانا أتحداكم جميعا أن تخطوا للقراء مكتوبا كمكاتيبي أنا التحدى كل من سبقوني يحملون الشمس في صفحاتهم وعقود الياسمين ها هم شباب وشابات البحرين يطلون من بين الحروف والسطور والأفكار ليفتحوا أمام الجميع صفحات جديدة ترقى على كل صعوبات العمر والوقت وازدحام رفوف المكتبات هذه دون أي قيود أدبية تمنعهم بل أنهم أمام الجميع أكدوا عكس ذلك تماما يام صاد حسن ما قصروا الجماعة يقدموا كل الدعم الممكن حتى كل الكتاب البحريني الموجودين وسهلوا لهم العملية فكان الكاتب في البداية يخاف أن شون يدش شوق الكتب أو هل شون دور النشر ممكن تتقبله أو لا فتفاجأوا الجميع أن الدور النشر خاصة البحريني تقدم الدعم الموجود ودارة الإعلام ما قصرت وياهم فمجرد أن الكاتب يكون كتاب جاهز مؤسسة الأيام وكتب الوطنية كلهم مستعدين أن ينشرون لها وسهلون للعملية وهذه كانت ظاهرة جدا إيجابية في هذه المعرض أننا لاحظت عدد كبير من الكتاب الجدد تقريبا سبع وثمانة عنوين يديدة لاحظتها من كتاب جايما لهم أول إصدارات لا يثنيهم عن المثول أمام طموحاتهم والبوح بما يكنون به من أفكار خلاقة وبناءة تتطلع لتنشيط الحركة الثقافية البحرينية رغم حديث عهدهم فقد وعوا ورأوا بأم أعينهم ما توليه الجهات المختصة من اهتمام كبير للأدب والثقافة وما يلقونه هم من تسهيلات ودعم للحراك الأدبي في المملكة الكتابة والكتابة طلعة طبعا استغرقت سنتين تقريبا على ما أكتب هذا الكتاب الكتابة هو عبارة عن مقالات كمنا نعيشها أنا عيشها أنتو تعيشونها فيها بعض الأفكار اللي احنا نضايق فيها بس ما نقدر أن نطلعها للمجتمع مقالات بسيطة كلفتة طبعا وجهت صعوبات بسيطة لكن ما قصرت وزارة الإعلام الإجراءات ما أخذت وقت وايد لما تطلع الموافقة وحدهم كانوا في يعني تعاون ويا الشباب لله في بداية أو انطلاقة الشباب اللي يبتدوا ويكتبون ويألفون روايات وكتب وقصص قصيرة لله الحمد تطور فيني هالشي من جرائد خليجية وعربية وحتى لندنية إلى كتب وروايات فهي شيء جميل يعني وحسسني بالفخر أني أنا بحرينية الحمد لله عقب هالشيء تطورت حركة الشباب بديت ألاحظ أنه سواء تستعين فيني أو في غيري وقعد تألف كتب فهي شيء جميل يعين في نهضة القراءة والكتابة في البحرين حضور لافت يعكس ما يزخر به وطننا البحرين من اهتمام أبنائه بالثقافة والتعلم وحب للطلاع وهو ما ولد كتابا شبابا يطمهون للتغيير وطره قضاياهم الاجتماعية ولكن على طريقتهم الخاصة بصراحة كان ودي أعرض قوة الشباب البحريني موجود لأن عندنا قوة وعندنا أشياء وابداع بس مخشوشين فمن سمعت عن المعرض حبيت أشارك فيه لأنه عندي معلومات عندي أمور كثيرة قد فرصة ليش ما نستغلها مهرجان الأيام الثقافي بكتبه وكتابه يختتم فعالياته ويشد رحاله على أمل أن يلتقيه جمهوره في السنوات القادمة على أرض المملكة شباب طموح ومعطاع فهم يسطرون بنات أفكارهم بعد أن ينثروها ويجمعوا منها أصلبها عودا وأصعبها مكسرا وأطوعها للعقول فهم ينصبون أنفسهم دروعا ثقافية لأوطانهم لأنهم يكتبون بحرية وخطة ثابتة وينطقون بالسياسة والاجتماع والحب أحيانا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين